هلو والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كافة عليكم طيبين وبخير مبسوطين رجعونكم بمقطع جديد ومقطع زل لها طيب في مقطع اليوم رح نشوف حلقة جديدة من سلسلة الخرافات اللي تحبوها جدا جدا كالعادة لو عندكم خرافات تقدرون تحطونها في خانة التعليقات لكن الأفضل إنكم تجون الدسكورد وتكتبونها في روم الخرافات هناك أما الآن اربطوا لحزة موخرة نخش سويا في المقطع أول خرافة من من أوف ألاند وتقول في جيتا اي سان اندريس وتحديدا في مهمة تيب 555 لما تأخذ سيارة المحامي إذا صدمت فيها في سيارة شرطة رح تخسر المهمة طبع زي ما تعرفون في هذا المهمة تعمل كفالي وتأخذ سيارة الدي اي أو المدعي العام وتحط فيها ممنوعات وتورطه الخرافة تقول لو صدمت في سيارة الشرطة هنا رح تفشل المهمة لذلك تعالوا نشوف يب رح تفشل المهمة كليا وسبب الفشل زي ما شفتوا انه تخفيك انكشف من الشرطة وصار واضح جدا صراحة يا اخوان السبب جدا منطقي لان المهمة كلها تقريبا تجسس في تجسس ولازم تورط المدعي العام سرا بدون ما احد يدري لو كشفوك الشرطة وتتسوي كل هذا اكيد الخطة كلها رح تفشل والمهمة رح تفشل فنعم الخرافة صحيحة سؤال يا اخوان هل كنتم تعرفون هذا الشي ولا لتوا عرفتوه الخرافة الثانية من احمد وتقول في جي تاي فيس سيتي نسخة البيتا المحامي في اول مهمة ما رح يدخل الى مكتبه بل رح يسوق السيارة ويمشي لكن النسخة الاصلية رح يدخل مكتبه زي ما كلنا يعرف اوكي مثير الاهتمام جدا 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 طبعا هنا النسخة الاصلية كنا نعرف انه كين روزنبرغ يطلع من السيارة ويطلع المكتب حقه لكن في البيتا بناء على الخرافة رح يمشي بالسيارة وفعلا زي ما قالت الخرافة بالضبط رح ياخذ السيارة ويمشي فيها وتومي فير سيتي رح يطلع منها زي ما تلاحظون ويبي اخوان لا تنصدمون ترى هذا هو شكل تومي فير سيتي في البيتا كان عنده كرشة وراسه ام ربع لذلك نعم الخرافة صحيحة الخرافة الثالثة من مستر ماد وتقول في جي تي اي سان اندرياس وتحديدا اول مهمة مع كاتلينا سرقة شاحنة البنزين لما يخلص الكاتسين بجانب المحطة هناك سيارة لا يمكن تدميرها اطلاقا اوكي مثير الاهتمام طبعا لما خلص الكاتسين جينا جنب المحطة وفعلا كان فيه سيارة لما طلقنا عليها بالمينيغان او طلقنا عليها بالمينيغان ما انفجرت ابدا اي سيارة عادية تتلقى هذا الكم من الرصاص بالمينيغان رح تنفجر مباشرة لكن هذه السيارة ما انفجرت مما يؤكد لنا فعلا كلام الخرافة انه السيارة لا تتدمر اطلاقا رح تسأل طيب ليش صالح بالمختصر يا اخوان لانها السيارة اللي يستخدمونها الاشخاص الموجودين في المحطة عشان يلاحقونك زي ما تلاحظون في الجيم بلاي فلذلك لا يمكن تفجيرها وهي عندها كاتسين بعد قليل فهذا هو السبب ونعمل خرافة صحيحة الخرافة الرابعة من توتي وتقول في جيت اي في لو جثة قتلت ونزل دم منها على الارض وشكل دائرة لو جبت شاحنة المطافي ورشيت ماء على الدم الدم رح يختفي اوكي مثير الاتمام جدا 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 وزي ما تشوفون لما تشكل الدم عندي جبت المطافي ورشيت مويا فعلا الدم اختفى كليا من المكان وصراحتنا يا اخوان منطقي جدا لانه اساسا دفع المويا من شاحنات المطافي عالي بشكل كبير جدا لدرجة انه كفيل يخفي الدم كليا من المكان فنعم الخرافة صحيحة وصراحتا هذه المعلومة جديدة عليها الخرافة الخامسة من سالم وتقول في جيت اي في سيتي لما تدخل فندق الاوشن فيو بالدباب الدباب رح يختفي اوكي طبعا لما جينا للأوشن فيو ومعانا دباب وخشينا من الباب دخلنا وفعلا لاحقا الدباب اختفى زي ما تلاحظون ممكن يا عيال تعطوني تفسير منطقي لليش الدباب اختفى ووين اختفى من الاساس انا ادم يا با دخل دبابي الى داخل الشقة اللي شاريها بحلالي ليش يا روكستار جيمز تخفون الدباب حقي ايضا على نفس الشاكلة ترى تقدر تطبق نفس الحركة على النادي الليلي الشهير في فيس سيتي زي ما تلاحظون فنعم الخرافة صحيحة الخرافة السادسة من عبدالله وتقول في مهمة قتل رايدر لو سبكته وركبت القارب حقه رح تفوز في المهمة بدون ما تحتاج انك تقتله اوكي مثير الاهتمام تعالوا نشوف ونختبر اوكي مثيرا زي ما شفته فعلا مات بشكل غريب جدا تحسوا كان يبغى يركب القارب حقه لكن لما شافك موجود هو غريق بشكل غريب ما ادل كيف افسر لكم الشي اللي صار لكن شفته وفعلا ما احتجنا اننا نطلق طلقة واحدة على رايدر وفعلا مات الحاله بعد ما سبقناه الى قاربه فلذلك نعم الخرافة جزئيا ونسبيا صحيحة الخرافة السابعة من بيست وتقول في جي تاي سان اندرياس تقدر تفتح الجيم من بداية اللعبة وكل اللي عليك انك تروح تتمرن في المعدات الموجودة في الشاطئ وبهذه الطريقة رح تنفتح معاك القاعة الرياضية الاصلية او الجيم ورح تظهر علامتها في الخريطة اوكي مثير الاهتمام طبعا الان نحن في بداية اللعبة جينا للصال الرياضية الاصلية زي ما تشوفون مقفلة كليا وما نقدر نخشها بعد ذلك رحنا للمعدات الموجودة في الشاطئ وهناك اتمرنا ثم طلعنا فعلا ظهرت علامة النادي خارج معدات الشاطئ هنا زي ما تلاحظون قبل ما كانت موجودة بعد ما تمرنا مباشرة ظهرت لكن الخرافة تقول انه لو رحت النادي الان او تحديدا النادي الرياضي الكبير الاصلي مفترض انه ينفك معاك وتظهر علامته في الخريطة لكن زي ما تشوفون ما انفك ولا ظهرت العلامة في الخريطة زي ما تلاحظون رغم اننا طبقنا الخرافة بحذافيرها لذلك لا الخرافة غير صحيحة الخرافة الثامنة من سالم للمرة الثانية وتقول في جي تاي وفاي سيت ستوريز سيارة الشرطة الرياضية التي تعرف بالVSBD شيتا تقدر تشغل فيها الراديو عكس الاجزاء السابقة زي ما تعرفون كل سيارات الشرطة او الVIP او الFBI ما تقدر تشغل فيها الراديو اطلاقا ونهائيا لكن سالم يقول انك تقدر تسوي هذا الشيء في جي تاي وفاي سيت ستوريز مع هذه السيارة والحقيقة نعم يب زي ما شفته الراديو اشتغل فيها بشكل طبيعي جدا وهي المركبة الوحيدة من المركبات الشرطية اللي بيمكنك انك تشغل فيها الراديو في كل سلسلة جي تاي لكن لا يمكنك في هذه السيارة وهذا الجزء انك تصبغ لونها زي جي تاي في سيتي مثلا الراديو نعم الخرافة الصحيحة الخرافة التاسعة من معتز وتقول في جي تاي سان اندرياز لو خليت الكاميرا في يدك وجريت ثم اخذت صورة سريعة اثناء الجري جريت سي جي رح تتغير وتصبح غريبة بشكل مثير الاهتمام تعالوا نشوف ونجرب يا بتغيرت جريت سي جي بشكل غريب جدا 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 وصراحة اتكلم عن نفسي على المستوى الشخصي اول مرة اشوف هذا الانيميشن سؤالي اخوان هل قد شفتوا الانيميشن هذا سابقا ولا اول مرة تشوفونه الان وفي مقطع اليوم الخرافة العاشرة من سالم للمرة الثالثة يب مستحقة صراحة اول مرة واحد يظهر معنا ثلاث مرات في فيديو واحد خرافاته جدا جدا رهيبة ومثيرة للاهتمام الخرافة بالمختصر تقول في جي تاي في سيتي لما تدخل ملعب الجولف بملابس الشرطة رح تنسحب منك كل الاسلحة باستثناء العصاء الخاصة بالشرطة شكرا لك يا سالم من الشرقية حياك الله خرافة مثيرة الاهتمام جدا 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 وفعلا لما خشينا ملعب الجولف بملابس الشرطة كل الاسلحة انسحبت مننا من دون العصاء الشرطية زي ما تلاحظون رح تقولون ختم الصدق النهائي صالح لكن لا الحقيقة انه اللبس ما له دخل يا اخوان حتى لو كان اللبس مختلف بامكانك انك تدخل بعصاء الشرطة زي ما تلاحظون بل اضف الى ذلك انه حتى اسلحة الميلي الاخرى زي عصاء البيسبول تقدر تخش فيها زي ما تلاحظون بالمختصر يا اخوان اللبس ما له علاقة الموضوع انه كل اسلحة الميلي تخش ولا تسحب منك من قبل الامن او التفتيش هنا لذلك ختم الكيس النهائي سالم رغم انه خرافاتك رهيبة وتقريبا يا اخوان هذا هو مقطع اليوم وفيه شفنا 10 خرافات عن سلسلة جي تاي وصراحة خرافاتها اليوم كانت مميزة ومنوعا ما بين الرهيب والصحيح والكياس شاركونا راكو في خانة التعليقات ومن الخرافات اللي ذكرنا لكم اياها ايش اكتر واحدة عجبتكم تركوا وصلنا معاكم نهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة سلام عليكم اشتركوا في القناة